خلينا نقسم الناس إلى جزءين جزء مواطنين شغالين في هذا القطاع الحيوي المهم وناس تانية عادية زي حالتنا كده بيتقابلوا بس صدفة مع السياح بالنسبة للناس اللي شغالين في هذا القطاع طبعاً بيكونوا شباب خارجين جامعات أو معهم لغات لكن ممكن يكون ما عندهمش القدر العالي من الثقافة ثقافة كل شعب كل دولة من الدول اللي بتيجي لمصر إزاي بيتم تأهلهم ووضع الأكواد من خلال شركات السياحة ومن خلال الفنادق الكبرى والقائمين على صناعة السياحة في مصر إزاي بيتم وضع الأكواد والبرتوكولات في التعامل مع السياحة؟ هقسم الشريحة بتاعة الخارجين الشباب اللي بيعملوا في السياحة لنوعين عندنا النوع بيبقى موجود في المنشآت السياحية عموماً سواء شركات سياحية أو فنادق أو مطاعم أو بزرات أو كل ما يخص السياحة وده بيتم تدريبه بشكل دوري سنوي عن طريق وزارة السياحة وعن طريق غرفة شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية فالنوعية دي بتتدرب بشكل دوري باستمرار وبيبقى الغالبية فيهم مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع السياحة لكن عندي جزئية تانية اللي هي مش مسجلة بقى معايا في الوزارة أو الغرفة أو الاتحاد زي يعني احنا مثلاً المرشدين السياحيين مؤهلين على أعلى مستوى وبيتم تأهلهم حتى السائقين الليموزين وصائقين المركبات السياحية بيتم تأهلهم وتدريبهم بشكل مستمر لكن عندي شريحة اللي بتتعامل مع السائح في المطار مثلاً زي التاكسيات اللي هي مش تابع السائح يعني دي محتاجة تتدرب محتاجة أنها تعرف تتعامل مع السائح ازاي صحيح محتاج أنه ما يستغلش السائح لأنه هو ده أن السائح أول حد بيلتقي بيه في وصوله مصر هو سائق التاكسي فمحتاج التاكسيات العادية وطالبنا بهذا الموضوع من فترة أن احنا أقاهل الناس دي أعمل لهم نقابة معينة أعمل لهم كارنهات معينة أدربهم من وقت للتاني ومش أي حد يدخل المطار لازم الناس اللي تبقى موجودة في المطار تاكسيات العادية يتم تأهلها وتدريبها زي الليموزين السياحي بالضبط دي شريحة عندي شريحة تانية أنا عايزة أقف عند النقطة دي إحنا مش بنتكلم بس في تاكسيات ممكن نكون بنتكلم على خدمات أبليكيشنز بتوعي التوصيل يعني في عندنا أكتر من شركة مجرد السائح البعض بيبقى خايف أنه يحصل له استغلال يعني في المطار فالسائح بيعتمد على الأبليكيشن اللي هو ممكن نكون عارفها إزاي نقدر زي ما حالك بتقول نأهلهم وندربهم هو راجل لا ينتمي لشيء يعني ليه حيضيع وقت شغله وليه حيضيع وقت العربية وليه حيضيع الكلام ده ويروح يتلقى تدريب إيه اللي هيقدم له فيه المقابل علشان يقدر يبقى في الآخر الفايدة عم على الجنة أنا النهاردة بتكلم على سمعة بلد ومصر يعني عشان تاخد مكانتها على خارط السياحة العالمية اللي تستحقها اللي احنا دايما بنقول مصر تستاهل أنها تحقق خمسين مليون سائح سنويا مش تلاتين لو قسنا على المقاومات اللي موجودة عندنا احنا المفروض يبقى عندنا خمسين مليون سائح وفي دول وصلت للأرقام دي ما عندهاش ربع المقاومات السياحية اللي في مصر أن هي اشتغلت على المورد البشري لازم كل اللي موجود في المطار بخلاف ما ينتمي للسياحة لازم يتم تدريبه على أعلى مستوى كل الناس اللي موجودة في المطار سواء بقى تطبيق أبليكيشن تاكس عادي أفراد عادية بتتعامل مع الناس في المطار كل الكلام ده لازم يتم تدريبه ويبقى وجهة مشرفة لأن المطار هو أول حاجة بيقابلها السائح لما يوصل عندي في مناطق تانية مهمة حيوية زي مثلا أهرامات الجيزة لما بنجي نعد عجائب الدنيا السابعة رقم واحد الأهرامات أهرامات النهاردة عندي لسه الحد دلوقتي نحن صحيح في مشروع تم تطوير الأهرامات دلوقتي وبقى في مطاعم وكافهات وبقى في دورات مياه والحاجات اللي كنا بننادي بيها دي بقت موجودة دلوقتي لكن لسه عندي مشكلة مع الناس اللي هم بتقول الخيول والجمال والناس اللي بتقدم الهدايا والسفونيرز اللي موجودة في الأهرام بيتم محاصرة السائح بيستغلوا السائح بشكل مش كويس بيحاول يبقى له بأي شكل فالسائح هنا بيفقد جزء من المتعة بتاعته أنه عايز يستمتع صحيح بالأهرامات وعايز ياخد الجولة بتاعته بشكل مميز فلازم الناس دي بقدوا نفس الموضوع أن أنا أدربها